بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا الكرامة أهلا وسلم بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها عن النادي الأهلي هبرد فيها ضد الكذيب والشاعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة نبدأ بها في فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب فالله ومصال واسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول حاجة عايزة أبدأ بها الفيديو بتاعنا كابتن أحمد حسام ميدو التدريب فن مش عنا عن كابتن أحمد حسام ميدو مش كل لعب كبير أو نجم كبير في كرة القدم لازم ولا بد أن يكون مدرب كرة قدير كابتن ميدو اللي بيطلع على البرنامج بتاعه أو في البرامج أو في الاستوديوات التحليلية ويقعد يشرح أخطاء وإيجابيات المدربين ويقعد يقيم ده ويقيم ده وده مدرب على قده وده مدرب كبير وده مدرب نص نص كابتن أحمد حسام ميدو مع نادي الإسماعيلي ست مباريات لم يفز في أي مباراة ميدو مخسرش أو نادي اللي الزمالك معرفش يكسب فرقة إلا نادي الإسماعيلي أحمد حسام ميدو اللي هبط مع نادي مصر المقصة واللي هبط بنادي ودي دجلة يبدو أن كمان نادي الإسماعيلي الدرويش الكرة المصرية في طريقهم للهبوط من جديد على يد كابتن أحمد حسام ميدو نادي الأهلي تقدم بطلب جديد للجنة الانضباط بعد التقدم بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك فيما يخص التحقير من لاعب النادي الأهلي والتجاوز في حقه والتنمر في حقه محمود عبد المنعم كهرباء النادي الأهلي يتقدم بشكوى جديدة أو بطلب جديد وخطاب رسمي إلى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم والاستبصار عن مصير عشرات الشكاوة اللي تقدم بيها النادي الأهلي على مدار الفترات الماضية بحق رئيس نادي الزمالك بسبب التجاوزات والخوط في الأعراض والاتقامات الباطلة وسب وشتم النادي الأهلي ومسؤوليه خصوصا أن اللجنة لم تقم بالبت نهائيا في أي من الشكاوة التي تقدم بها النادي الأهلي حاجة غريبة جدا الموضوع مش بس على قد لجنة الانضباط يعني الأهلي تقدم بمئات وعشرات الشكاوة ومش بس عدد رئيس نادي الزمالك على فكرة يعني ضد قنوات وضد برامج وضد مجموعة من الإعلاميين وضد مجموعة من المحللين ومع هذا ما فيش أي رد لا من لجنة الانضباط ولا من اتحاد الكورة ولا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولا في أي حد بيرد على أي شكوى يتقدم بها النادي الأهلي ويبدو أن الأهلي ما فيش قدامه غير طريق واحد يسلك مسلكه وهو الاتحاد الدولي لأن ما فيش حد في مصر بيرد على النادي الأهلي ومصير شكاوى النادي الأهلي دايما بيكون مصيره في الأدراج المغلقة عايز أقول بالنسبة لنادي الزمالك والكلام على لسان صحفي نادي الزمالك الزمالكاوي الأستاذ عبد الشافي صادق والذي قال أن صديقه الصدوق الأستاذ مصطفى الجويلي الصحفي الكبير في نادي الزمالك ورئيس المنظومة الإعلامية داخل نادي الزمالك شفنا كلنا بالأمس رئيس نادي الزمالك وهو يطرد مصطفى الجويلي من المؤتمر الصحفي بسبب عدم اهتمام وعدم انصاد جيد من مصطفى الجويلي لتصريحات وأحاديث الرئيس رئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور وقال أن مصطفى الجويلي اعتذر للمستشار والموضوع خلص خلاص وأن كمان الراجل بيعتذر لنادي الزمالك ولرئيس نادي الزمالك بسبب الأرقام اللي أخطأ فيها والقول بتاريخ إنشاء نادي الزمالك 1900 وقال أن الأستاذ مصطفى الجويلي اعتذر لرئيس نادي الزمالك ومصطفى الجويلي نفسه قال أنه المستشار قام قانونية ورياضية كبيرة وأنه بيعتذر له عن سوء الإنصاط لتصريحات وأحاديث المؤتمر الصحفي في نادي الزمالك عايزة أقول بالنسبة لشيكبالا شيكبالا بيغيب وبيتم استبعاده عن قائمة مباراة الزمالك أمام الماكينات المحلوية والله زمان يا غزل المحلة المحلة مباراة صعبة جدا لنادي الزمالك وأيضا لنادي غزل المحلة الزمالك اللي اقترب بقوة مش أنه ينافس على بطولة الدوري أو حتى على مركز الوصافة لا ده كمان الزمالك داخل على سكة السادس والسابع الزمالك اللي كان من يومين ثلاثة بينافس في مباراة القمة عشان يكسب الأهلي عشان يوصل للمركز الثاني ويقلل الفارق ما بينه وما بين الأهلي المقطتين لا النهاردة الزمالك اللي اتحاد السكنداري يسيد البلد بيكسب وبيوصل لفارق نقطة واحدة بينه وبين نادي الزمالك الزمالك لو خسر بكرة من غزل المحلة هيبقى المحلة والاتحاد في نفس الرصيد من النقاط ويفرقهم نقطة واحدة بس مع نادي الزمالك اللي هيبقى المركز الخامس كمان ويمكن السادس الزمالك ما يضمنوش وينزل في المراكز المتدنية شيكبالا نجم نادي الزمالك تم استبعاده هناك عدد من الأقويل ولكن المؤكد أن هناك محاولات من نادي الزمالك من أجل إقناع الأباتشي نجم الزمالك وقائده والأسطورة الحية بالنسبة لي الزمالكوية أنه يعتزل بنهاية هذا الموسم ولكن شيكبالا بيرفض الخضوع للضغوطات وبيأكد أنه لسه قادر على الوقوف والجري ويحصد البطولة السادسة مع نادي الزمالك والوصول لأول مرة مع نادي الزمالك لكاس العالم للأندية هيهات ثم هيهات يا شيكبالا عايز أقول لي شيكبالا وخدها مني من دلوقتي اعتبروا شيكبالا خرج من بوابة نادي الزمالك إما بالاعتزال أو بالرحيل لنادي جديد بالنسبة لإدارة التعاقدات في النادي الأهلي للأسف الشديد النادي الأهلي بالرغم من الاسم الكبير يا جماعة اسم الأهلي كبير تقدر تقنع بأي لاعب أنه يجي يرتدي تشورت النادي الأهلي بالرغم أنك عندك الأموال والبودجت اللي يقدر يجيب لك لعيب على مستوى تقيل للنادي الأهلي وبالرغم من كده النادي الأهلي على مدار أربع خمس سنين في لعيبة بنقعد نفوت فيها شهر وشهرين وفي الآخر الصفقة بتفشل النادي الأهلي في يناير 2020 لما كان الأسطورة ريني فيلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي فيلر كان بيدرب النادي الأهلي وطلب ضم بيلسنج إليكي فضل أمير توفيق قاعد في سويسرا وبيحاول يفاوض بيلسنج إليكي والنادي السويسري من أجل ضم بيلسنج إليكي وفي النهاية ما قدرش يتعاقد مع إليكي وكانت الحجة وقتها أن النادي السويسري عايز أربعة مليون يورو أنا هطلب منك طلب بسيط خش على موقع ترانسفير ماركت هتفاجأ أن اللاعب بيلسنج إليكي تم بيعه بمليون ونص مليون دولار في نفس السنة اللي كان بيتفاوت فيها النادي الأهلي وعلى كلام وتصريحات أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات أنه معرفش يجيب اللاعب بأربعة مليون دولار اللاعب في نفس الموسم في نفس المركاتو اتباع بمليون ونص مليون دولار نادي الأهلي في يناير 2021 بيت سمسيماني طلب ضم جاستون سيرينو اللاعب الأورجوياني في صفوف ماميولد سانداونز وفشل مدير إدارة التعاقدات في ضم اللاعب وتم التعاقد مع والتر بواليا مقابل 2 مليون دولار واللي رحل بعدها ومنعرفش والتر بواليا فين دلوقتي سبتمبر 2022 مارسيل كولر طلب ضم البرازيلي مارسينيو من نادي كواساكي فرونتال الياباني وبالرغم من وجود مفاوضات لمدة شهر تقريبا ولكن في النهاية مقدرش النادي الأهلي يخلص الصفقة لصالح النادي الأهلي تم وعد الراجل أن أي حد تطلبه في ألميركاتو الشتوي هنجبه لك وبالفعل طلب المدير الفني ضم اللاعب موليكا جاكسون موليكا وحتى الآن لا يوجد أي دليل على نجاح الصفقة بالنسبة لمارسيل كولر أعتقد أن النادي الأهلي بحاجة لضم مسؤول تعاقدات جديد مش بقول أن أمير يمشي أو أمير يتم إقالته ولكن الأندية الكبيرة اللي بحاجم النادي الأهلي محتاج يكون عندك لجنة من التعاقدات أو مسؤولين مش مسؤول واحد بس وهو قاعد في البيت بالتليفون بيخلص الصفقات مفيش صفقة هتخلص ومتقاعد في البيت لازم تجري ولازم تسافر ولازم تقعد على ترابيزة المفاوضات ما تجيش في آخر أسبوع في المركاتو وتزنق نفسك كل الأندية بتتحكم فيك لأنك ببساطة هتبقى مجبر ومضطر أنك توافق على أي رقم يطلب منك في أواخر الانتقالات الشتوية أتمنى أن يكون في إضافة للجنة التعاقدات مع أمير توفيق أكيد خلال الفترة القادمة بالنسبة لجوستافو سوزا البرازيلي جوستافو سوزا تم التواصل معه وكيل أعمال جوستافو سوزا لاعب جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي واللي أكد أن ما زالت المفاوضات مستمرة وأن اللاعب أبلغ إدارة النادي الأهلي موافقته على الانضمام لصفوف النادي الأهلي ولكن يتبقى أهم حاجة أهم حاجة واللي دايماً ما بنعرفش نعملها إحنا شطار قوي نقنع اللعيبة بنعرف نقنع اللعيبة ونروح نتفق مع اللعيبة وفي الآخر ما بنعرفش نقنع الأندية صاحبة الحق في اللاعب يتبقى موافقة مسؤولي نادي تشومبوك هويمداي الكوري الجنوبي من أجل الموافقة لانتقال اللاعب اللي ما عندوش أي مانع ووافق على العرض المقدم من قبل إدارة النادي الأهلي موضوع أحمد فتوح واستمرار غياب أحمد فتوح لايك بعد إذنك لأن الموضوع ده مهم جداً النهاردة للمباراة الرابعة على التوالي يغيب السنائي خلي بالك لو أحمد فتوح بس غايب هقولك أحمد فتوح مصدوم نفسياً وعاطفياً والواد مش قادر ومكسور من جوه وفي شرخ من جوهات شرخ بسبب الاتهامات بموضوع الحشيش والمخدرات والمنشطات وما إلى ذلك لكن كون أن الاتنين يغيبوا وما فيش حد منهم رجع للتدريبات لا فيه انتوا كده بتصيروا الجدل انتوا كده بتصيروا القيل والقال أحمد فتوح أبصم بالعشرة نجم كبير أحمد فتوح هو نجم منتخب مصر في مكانه لكن ما ينفعش النهاردة نجم منتخب مصر واللي كانت الدنيا كلها مفتحاله بالنسبة للاحتراف وعرض من آيكس أمستردام وما أدراك ما آيكس أمستردام بين ليلة وضحاها يبقى أحمد فتوح حوالي دوائر الشبهات أحمد فتوح هيلعب انت وما حدش يقول لي استبعاد أحمد فتوح فني استبعاد أحمد فتوح ليس فنيا ولا ان اللاعب مش عايز يتدرب ولا ان اللاعب مش عايز يلعب لا فيه إنا فيه إنا وأخواتها كمان وإحنا عايزين نعرف لأن أحمد فتوح مش ملك للزمالك أو الزمالكوية بس ده ملك المصر وملك المنتخب مصر وابن من أبناء مصر لازم نتطمن عليه لازم نشوف إيه اللي معطل استمرار وعودة أحمد فتوح في مباراة صعبة زي مباراة الماكينات المحلوية ماينفعش أحمد فتوح يغيب أربع مطشات غياب عن مطشق قمة غياب عن مطشين قبل مطشق قمة وغياب عن المحلة هيرجعينك أحمد فتوح لما الزمالك يوصل كاس عالم هيبقى يلعب أعتقد سؤال لابد أن يكون فيه إجابة وعلى اتحاد الكرة المصري الخاضع الخانع أنت فين يا بير هو أحمد فتوح ده مش لعب وانتخب مصر الأولى بيك أنك تسأل وتشوف اللعب بتاعك ده بيعمل إيه اللعب بتاعك ده ما بيلعبش لإيه اسأل عليه وتطمن شوف معنوياته ارفع معنوياته شوف مكسوف من إيه محرج من إيه اللي مزعله اللي مدايقه هل عمل اختبار المناشطات ولا ما أعملش هل عمل اختبار الحشيش ولا ما أعملش نفترض أن بكرة مصر هتلعب الأسبوع الجاي مصر هتلعب هتعمل إيه فتوح مش لازم تطمن ده سمعة مصر يا باوات ولا أنتو هتفضلوا نايمين على وشكو زي ما تقال عليكم من رئيس النادي اطلعوا من تحت السرير واتكلموا اطلعوا من تحت السرير واسألوا شوفوا أحمد فتوح ماله ليه ما بيشاركش ليه بيتم استبعاده ده رقم واحد في منتخب مصر ده رقم واحد وإيه ما بتحط مالهوش بديل أحمد فتوح اللعب اللي مالهوش بديل لازم نتطمن عليه وعلى اتحاد الكرة المصري أن يكون عندنا شوية من الدم ونشوف اللعبة بتاعتنا بهم طبعا نادي الزمالك بقاله سبع مطشات ما بيكسبش يا منجي نجي نادي الزمالك بقاله كم مطش يا جماعة سبع مطشات ما بيكسبش ده رقم قياسي لا رقم صعب جدا طب نعمل ايه نرجع قصام عبد الفتاح تاني ولا نعمل ايه مهمش هيلحق قصام عبد الفتاح يعمل حاجة قالك لا هتقولنا عبد عزيز السيد بكرة مطش الزمالك والمحلة عبد العزيز السيد اللي من 3-4 سنين برضو كان مطش للمحلة أو مطش لطنطة كان بتلاقي في استاد غازل المحلة أربع ضربات جزاء ما تحسبوش لنادي طنطة أربع ضربات جزاء في مطش واحد بعدها بسنتين في كاس الرابطة ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس للمحلة برضو عبد العزيز السيد ما بيحسبهاش عمل نفسه من بانها عمل نفسه من بانها فهل يا ترى يا هل ترى ده سؤال عادي جدا هلعب عزيز السيد بكرة كابتن زيزو هيحتوي نادي الزمالك ويبقى سبب ولاعب رئيسي في فوز نادي الزمالك بكرة بعد غياب عن الانتصارات بقاله 7 مطشات آخرها كان على حساب الدرويش ولاد العام 3-0 ولا 3-1 محمد الشناوي حكما على تقنية الفار كان نفسه أقول لكم والله زمان يا غسل المحلة ولكن حكام الاحتواء ليهم رأي آخر في مباراة الزمالك خلصت أخبارنا ما خلصتش حكايتنا هستنى كل أراءكم وتعلاقاتكم شكرا ليكم سلام